بين كانون الثاني وشباط أكثر من استحقاق للملف النووي الإيراني الأول في عشرين كانون الثاني مع بدء تطبيق الاتفاق الموقت بين إيران ودول الخمسة زائد واحد للحد من تخصيب اليورانيوم لقاء رفع جزئي للعقوبات والثاني في شباط إذ أعلن مصدر ديبلوماسي عن بدء جولة جديدة من المحادثات النووية وبين هذين الاستحقاقين سيشهد الاقتصاد الإيراني فراجات ملحوظة بعد إعلان الخارجية الأمريكية إفراجها عن 550 مليون دولار من أصل 4.2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة كما سيتمكن الإيرانيون من شراء جميع المنتجات المستوردة بسعر أقل بنسبة 10% لقد تم حل المسألة وحكومة السيد روحاني تتابع الموضوع ولحسن الحظ هي تحظى بدعم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وأنا أكيد أن الاتفاق سيتم تطبيقه كذلك ستتمكن الحكومة الإيرانية من بيع منتجاتها النفطية بشكل أسهل ما سيؤدي إلى رفع عائداتها بين 20 و 25 مليار دولار سنويا وبالتالي ستتمكن من استراض سلع استهلاكية يحتاجها السكان برأيي يمكننا اعتبار الاتفاق الموقع كنقطة انطلاق جيدة لكن يجب أن نبقى متيقظين لأن سمعة أمريكا سيئة ويمكنها أن تدمر الاتفاق في أي لحظة تأييد الإيرانيين الاتفاق النهائي يضاف إليه تأييد حاكم إمارة دبي لرفع العقوبات عن إيران